للرأي والرأي الاخر لسماع الكل. لاحظنا من خلال المباشرة الرماد دي المغرب في الكاتيغوري دي السحارة على ان هناك مجموعة دي الاضمينات اللي كيحطو مجموعة دي المغاربة في في البان. علاش البان وعلاش الريد وعلاش. خلينا استكلم. لا لي شيء الا لانهم يخالفونهم الرأي. شفنا مثلا القوات زيب والقوات نون نورس والقوات شارلو وردواء والقوات شف شاون والقوات دكسور دباري يضعون الحدود. بعدما نصبوا علينا مصريا اسمه سعيد سعيد المصري الفين وجوز. الذي اصبح عليه ان يوزع علينا الموال وطنية. اخوتي المغاربة حياكم الله. صورة مع اخواني المغاربة ان مصريا اسمه سعيد سعيد المصري يوزع عنا الوطنية. نحن ننتظر من مصري ان يوزع عنا الوطنية. ونحن الذين اثرنا الرئيس المصري حسني مبارك خلال حرب امغالا. والله انني اخجل من نفسي امام مصريا يقول بانه يريد ان يدافع عن قضية المغرب. المغاربة اولى ان يدافع عن قضيتهم. والله يا سعيد المصري لو سمعت صحراويا مغربيا يتكلم ويدافع عن قضيته لا استحيت لا 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 اختفيت. ولكن للاسف الاخ سعيد المصري ما عندك الاشيشن. نخليك. اقوله فقط. المغرب. لن اقول ان المغرب في السحراء ايه? والسحراء في مغربية. ولكن اقول بان المغرب ماضي قدما في ترسيم طريق حقيقية اه لا 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 حل قضية السحراء. وحيث البوليزاريو يعتبر طرف لا يمكن الاستغناء عنه. في اي حل قضية السحراء. عندما نقول بان البوليزاريو هو طرف في اي حل لقضية السحراء. فنحن نعني بذلك ان اه الجهة او المناطق الصحراوية ستحكم في اطار جواوية موسعة تخضع للتصويت الشعبي. حيث محمد العديد الزمراكشي البولي اه وتصويتا او صحراويا كان او لم يكن من حقه انه يتقدم انتخابات. هذه الديمقراضية اخوان. هذا هو المغرب جديد. من اللي كان نتكلمه على مغرب جديد اخوان. نتكلم عن مغرب يحاول ان يجد طريقه الى الديمقراضية. ديمقراضية حقيقية. مش ديمقراضية يشوفيني اياه كما يدعيه سعيد المصري او ازالمو او زيب او نونورس. لا 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 لا. هات السيارة الاحتفالية احنا سعبنا منها. نريد مغرما اخر. نريد من المغاربة ان يتكلموا عن اه اه الدرجة التي وصلها البطالة في المغرب. صوروا معايا الاخوان ان البطالة داخل حامل الشهادة اه الشهادات داخل اوصات الشعبية في المغرب. وصلاة الاكثر من اه سبعين في المئة. صوروا معايا ان الوصخ في البلاد في المغرب بصر الاقصام ده. هاتشي كان ضد للاداء حكومي. مش للاداء ذي للملك. لا. انا اؤمن ان المغرب يتمتح بملكية تنفرد بخصوصيات اه خاصة تميزها عن الملكيات الموجودة في العالم. المغرب كنظام ملكي يخضع لسيادة ملك يقوم بالتدخل عندما لا تقوم الحكومة بما ينبغي ان تقوم به. مثلا عندما تدخل الملك وقال بان هناك مفهوم جديد للسلطة فهو يستحضر ان السلطات الحكومية اللي هي الحكومة المنتخبة ما قام بتش تفعيل هات المفهوم. عندما يقوم الملك ويقول بان البلاد المسخة فهذا كيعني ان الحكومة مقام بتدور ديرها. عندما يقوم الملك وينادي بما يسمى التنمية البشرية فهذا يعني بالبين ما يعنيه ان الحكومة دينا ما قامتش تفعيل تنمية بشرية بدون تدخل الملك. نحن نحتاج دائما الى تدخل الملك لكي نكتشفها اخطأ انا. اين الخطأ? اين الخطأ اخوان? وش الخطأ فينا? وش الخطأ في الحكومة دينا? نحن ننتظر دائما السدة العالية بالله الملك اللي هو تقريبا الوهد يقول لنا البلاد مسخة باش ندروا حملة مضافة. وش ما رسلناش المستوى تكون عندنا حكومة? قادر على ان يدفع على هذه البلاد? تفضل اخي افت.